أهلا بحضراتك ولكم التحية ونهاردة في الحلقة محتاجين نتكلم مع بعض شوية محتاجين نتكلم مع بعض شوية لأنه طبعا قانون الأحوال الشخصية الجديد لسه تخيصش فيه أي قرار لسه حتى ما تناقشش والحقيقة أنا مش عارفة وليه مؤجل كله ده ليه نتناقش وليه نتحور لأنه دي مسألة بتخص الأسرة المصرية ففي الجزء الثاني من الحلقة إن شاء الله خلال رسائلكم من خلال الاسم اس هنتكلم عن موضوع المشكلة بتاعة قانون الأحوال الشخصية الطلاق وقضايا الأحوال الشخصية فيه تقرير آخر تقرير للجهاز المركزي التعبية العامة والإحصى رصد إنه في حالة طلاق كل ديئتين في مصر مركز معلومات مجلس الوزراء فيه تقرير ليه؟ بيقول إنه فيه سبع مليون طفل مشرد بسبب حالات الطلاق يعني أعتبره سؤال سازج لكن ليه لأ؟ وإحنا ليه معظم حالات الطلاق في مصر؟ فجأة بتتحول لانتقام فجأة بيتحول الزوج والزوجة لأعداء وبينسوا أو في النهاية اللي بيحاسب على الفاتورة فاتورة الطلاق هم الأطفال أو الأبناء فتخرج أجيال البعض منها معقد نفسيا وده طبيعي جدا أو منحرف طلاق ربنا حلله طالما استحالت العشرة خلاص وإحنا ليه ما ينفعش كل واحد مننا طالما استحالت العشرة يروح لحاله ويعيش حياته بشكل طبيعي وبشكل محترم والولاد كمان يعيشوا في جو هادي جو محترم ما بين الأب وما بين الأم وكل واحد فيهم في حاله يعني ممكن الأب ده يتجاوز ممكن الأم دي تتجاوز لكن ليه الأطفال مش في المعادلة ليه ما يعيشوش في جو أو مناخ صحي نفسي هل هي الثقافة مصرية معرفش هل هو القانون ومشكله واللي يمكن عشان كده المشكلة الكبرى قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية تكلم فيه من زمان قوي قوي مفيش أي خطوات بتحصل هل هو السبب مش عارف هل فيه أسباب تانية عند حضراتكو يعني ليكو أراء تانية فمفضلكوا خلونا نتكلم كده مع بعض النهاردة وبعتولنا قلولنا أرأكو إيه وإيه المشاكل اللي مقابلاكو في حالة الطلاق انت كزوجة المشكلة اللي بتقابلك وانت كزوج المشكلة اللي مقابلاك في حالة الطلاق وليه بننسى من نحن اتحولنا بدل زوج وزوجة تحولنا لأعداء ليه نسينا الأطفال هما ليه الأطفال هما اللي بيدفعوا تمن لاختيار الخاطف وشان كده أدى للطلاق النهاردة ان شاء الله هيكون معانا في المناقشة دي سيدة المستشار عبدالله الباجة رئيس محكمة استانية في القاهرة ورئيس محكمة الأسرة السابق نعرف منه بقى إيه القضايا اللي موجودة والمشاكل وإيه مين المظلوم ومين الظالم وإحنا صعب يطلع من عندنا قانون أحوال شخصية لحد ما عادل يريح الزوجة ويريح الزوج وما يبقاش عندنا جيل مش عايش حياة صحية هنحاول النهاردة كده وشكده بقول حضراتكم عايزين نتكلم مع بعض النهاردة عن هذا الموضوع إن شاء الله ده الجزء التاني في حلقتنا